هلو والله شباب شوالكو بشي اخباركم ان شاء الله كله بخير يا صاحب سلامة طبعا اليوم رجعنا لكم مقطع فيديو جديد ان شاء الله هو عذرا على شكل هذا التصوير ولكن اليوم حبيت اشوفكم فد اداء بالقطعة الكرونيكس زيان على الحاسبة مو على البلايستيشن هذا شرح راح يكون المقطع فيديو راح يكون خاص على الكرونيكس زيان انشكله على الحاسبة ورح اشوفكم اعدادات تختلف عن الاعدادات اللي يداشتشوفوها باليوتيوب طيب يا شباب راح اسوي هذا الفيديو جزئين جزئ الاول راح يشوفونا حاليا واجهت ثاني انتظر معدكم انه وانت بردودكم بالتعليقات كتبولي وقلوا بزارة نزلنا المقطع فيديو ثاني شون ضبطت اعدادات القطعة تشغلها على الحاسبة انا بالوقت الحالي راح اشوفك شون راح تربط الاسلاك وشون راح يشغل القطعة الكرونيكس زيان على الحاسبة بآداء نفس الآداء ما الحاسبة اللهم انت تغير ازرار يعني تغير ازرار هذا الفيديو راح يكون ثاني ان شاء الله واشرح لكم بالتفصيل شون اضبط اعدادات القطعة من داخل للعبة طيب مارسة طلع عليكم السالفة اتمنى من عندك اذا ما تشيت من القناة مشترك اشترك فعلى جارة السنبيهات خليل الاكلار الفيديو خليل نبلش واشوفكم الشرح حيا الله شباب مرة ثاني هاي القطعة راح اشوفكم شون نربطها او الشي اللي يجو اياها بالباكيتس او العلبة العلبة مال الكرونيكس زيان يجي وياها اسلاك او وايارات كل الوايارات اللي موجودة تقدر طلحهم ونستخدمهم وحده وحده ورح اشرحك بالتفاصيل او الشي لازم تكون عندك يدت بلايستيشن او اكس بوكس بالوقت الحالي انا دا استخدم يدت بلايستيشن هاي اليدة وهذا السلك مالتها شو الرابطة به الشكل هاذا اتمنى تكون واضح عندكم هاذا السلك رابطة به الشكل هاذا وايضا عندي هب يعني يو اس بي مستخرج اكثر يو اس بي اكثر من واحد هاذا مشكلة بالحاسبة هاني ليش اشتريت هاذا الهب هو عندي من زمان ولكن حبيت اشرح علي انا مودي الشارة الصير قدامكم بكل هب طيب راح ارجع هاذا بوكانة واررجع ليدة نفس مواضع شا سوي يا صاحبي اول شي تكمش القطعة به الشكل هاذا شكل الواير الزغير من قفة القطعة به الشكل هاذا شكلها به الشكل هاذا هاي اول خطوة الخطوة الثانية نشكل اليدةβ السافحه باتجاه الايسر يعني ان اشكلها به الشكل هاذا وراح انشكل أيضا السلك الثاني به الشكل هاذي مثل راح نحتاج هذين الوايرين انشكلهم بالحاسبة اللي هو هاذ ما للأداء اللي راح ناخذ مين عند السيرت يعني ناخذ الآداء السيرت وتشغل قطعة هذا الواير راح يشغل يعرف ان الأداء ما للقطعة على الموسو كيبورد على الحاسبة واضح هذي راح نشلحها بمرور ما نشغل بس مجرد نعرف هاي مو اول يعني مو كلمة انت الشغل الحاسبة تسوي هاي الطريقة لا بس من اول مرة لانه اذا انت جديد قاعدة يعني شغل الكرونيكس زيان على الحاسبة لازم هاي طريقة اول شي لازم تسوي يعني بعد مرة واحدة تحتاجها وبعد مرة ثانية ما تحتاج يعني عادي وقت ما تتعرف القطعة على الموسو كيبورد على والحاسبة خلاص بعد ما تحتاج توربط هذي الاسلاكة ثانية اللي بالايمن وبالعصار طيب يا شباب اه احكو شرح ثانية احسروا لكم قلت عليها بالتفاصيل عن القطعة وعن اعجادات على ما تشتغل بصورة صحيحة على الحاسبة طيب احننظروا قطعة بالشكل هادا او نخلوق قطعة بالشكل هادا ونخلي هذا اليو اسبي ينال الحاسبة ونخلي اليو اسبي الثاني بالحاسبة يعني اليو اسبيات الثانية الالتصالischen اللي صار بالفوق والباتجاه الايمن مثلي وعدنا ايضا ايضا اسبيات اثنين ان الماوس والكيبورد راح شيفون شو انا شكل هين هنا الماوس و هنا الكيبورد شكلت به الشكل هاي القطعة طيب هسا ش راح نسوي راح نشغل الدقام اثنين اوكي انا نوضحها لكم هسا بالوقت الحالي نقول اشتغلت القطعة بس ما اشتغلت على الحاسوب بالوقت الحالي انا طبعا هم خال بها سكرت وسهل سكرت راح يكون خاص بالاعدادات الماوس والكيبورد و خاصة باللكرونيكزين على موت تنطلق و يا أنا على اللعبة طيب هسا بالوقت الحالي اذا اجينا نحرك ماكو اي تحريكة ماكو بس الماوس الاصلي ما للي حاسبه انت لايش تحتاج كيبوردات اثنين و ماوسات اثنين هذا الكيبورد اشتغل خاص وهذا الماوس اشتغل خاص للعبة بس بوقت الحالي ماتعرف على اللعبة او متعرفت على اللعبة اللي انت جاي تستخدم انا جاي تستخدم اليوم كوت 16 فرح يشتغل عندك اللي هو الماوس ما للحاسب الاصلي يعني ما مربوط على الكرونيكس واضح يا شباب؟ فشي سوي يا صاحبي؟ انت تروح على الاعدادات اول شي يا شباب انت بقلي تاني نوهت انه ما رح يشتغل ياك اي شي لا الماوس ولا الكيبورد ولا يدوس اي دقام فاكو طريقة داخل يعني اكو ان شاء الله باللعبة لازم تسوي على ما تشتغل ياك الماوس وكيبورد فشي سوي يا صاحبي تروح على الاعدادات اللعبة تروح على الجيم اللي هو نظام الاعدادات او تروح على هذا الخيار اوكي توقف على هذا الخيار انا داشرح لك بالتفاصيل انا حتى داشرح للناس اللي متجد اللغة الانجليزية والناس اللي تمشي على طريقة يعني نظرية تمشي على شارات نظرية دوسينانو 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 تضبطوا يوم تشتغل اكو انت هناني منشكلته بهالشكل هاذه ما رح تشتغل هيك القطعة بس مجرد تعرفة القطعة انه انت شكلت يدت بلاي ستيشن وشكلت نظام التعريف مال البرنامج الكرونيكسين فشي سوي يا صاحبي على طول تمنص اليده بعد ما شكلت تمنص اليده تعرفت تمنص اليده وتمنص وير التعريف انت حتى عادي تمنص وير التعريف ماكو مشكله بس اذا ترجعت خليها ماكو مشكله فنحن نحتاجها بلوقت الحالي بس نحول اليد ثم قملاست من الموسو كيبورد مثل ما رأي انت هنا لدينا عدنا نقوله ان ادأ تلعبون على موسو كيبورد بالوقت الحالي نحن مش يدينا موسو كيبورد نحن بلوقت الحالي الكرونيكسين يطلع عندنا استخراج يدي تم تستخرجين اليدي بس تم في الوقت الحالي مجرد ان نستخدم يدي قاعدنا نستخدم موسو كيبورد فش سوى يا صاحبية خليك انترول اللي هو اليد خلي نظام اليدة اوكي خلص من خلتها يدها تمرص هذا الشي تمرص هذا السلك وبعد ما نحتاجها طفية خليه على جنب وايضا الواير هماتين الخاص اللي باليدة هم بعد ما نحتاجه مجرد تحرفت وخلص صح ما الله وديه جزاء همنا خير الجزاء المحسنين طيب هسا شي اشتغلت ايانا اشتغلت القطعة ويانا موسو كيبورد والواير السلك اللي مربوط بالحاسب هاذا اعتبار المستخرج الهب بالنظام الحاسب واضح يا شباب هسا نجي بس نطخ على اي بكان بالكيبورد اشتغل ويانا مثل من اللي شوفون هاي دائرة هاذا فوق وهذا جوه خلنطلع اوكي او ندخل قيم هسا بعد احنا منحتاج منحتاج النظام الماوس القديم بس اذا طخ ترجع نظام حاسبه او او اذا تعفه بدون ما تطخ الطخ بس بالكيبورد رح يرجع يقرى النظام اليده اللي هو نظام الكنترولر هو طبعا احنا اخذنا يده مال البلايستيشن ولكن رح اماطل عليكم السالفي رح ندخل قيم بسمو قيم يعني قيم مخصص واشوفكم انه شون تستخدم او رح نشوف تشتغل بصورة صحيحة ويانا بس ولكن اكو شرح ان شاء الله بنطلع فيديو جاه المارد اطلع لهذا الفيديو الماوس لازم يكون عندك الدي باي ماتة اعلى شي يعني اذا تستخدم رايزر فلازم تخليه 16 الف واذا تستخدم لوجيتيك 500 اثنين فلازم تخليه 12 الف حد اقصى بالماوس شون الاقصى بالماوس تتخليه مثل ما يلا تشوفون اذا تستخدم هسا بالوقت الحالي الكيبورد والماوس على الكرونيكس على الحاصل مثل ما يلا تشوفون يا شباب هذا كل شي واضح انا هنا امرتب الاعدادات على الكيبورد ماتي وعلى الماوس وعلى الزرار كل الزرار اللي موجودة كلها شغالة اخال ال L1 و R1 بالماوس L2 R2 تشتغل الرولة اسحبه عليها اسحبه لي جوه غير اسلاح عندي هنا اخال دائرة يعني سبيسته خليه يقموز يعني الاعدادات اللي انا نسويهم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة